اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الى عدد جديد من حصات عين وحدث سواء كانت اسباب اختطاف الطائرة المصرية صباحا اسباب شخصية ام اجرامية ارهابية فان العملية في حد ذاتها التي تأتي هذه العملية التي تأتي اياما بعد تفجيرات بروكسل توحي بان الكثير من مطارات في العديد من دول العالم لم تعد امنا وان الاختراقات في مثل هكذا مؤسسات حساسة من طرف جماعات ارهابية اجرامية لم يعد بالامر المستحيل قبل يومين تقريبا تلقت الجزائر تحذيرات من منظمة الشرطة الدولية الانتيربول من اجل تعزيز تدابير الحيطة عند نقاط التفتيش على الحدود البرية وعبر المطارات والموانئ وكشفت الانتيربول عن تحقيقات استخباراتية دولية عن تداول حوالي 250 الف من جوازات السفر عراقية وسورية مسروقة ومفقودة ومزيفة تتداول لدى عناصر من الجماعات الارهابية يمكن استعمالها في تنقلاتهم عبر الكثير من دول العالم ايضا في ظل هذه الحالة في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم من تحركات خطيرة للجماعات الارهابية تفجيرات مطارات اختطاف طائرات هل بات العالم اليوم والمجتمع الدولي عاجز لوضع حد لتحركات وهجمات تنظيم داعش ما محل مخابرات كبرى الدول في العالم مخابرات هذه المخابرات التي ملأت الدنيا ضجيجا في وسائل الاعلام كالمخابرات الامريكية والفرنسية والبريطانية من العبث الذي يمارسه هذا التنظيم هل بات التطور التكنولوجي الرهيب الذي بلغه العالم الغربي محل شكوك وداعش يصول ويجول في المطارات الدولية ماذا اعدت الجزائر عبر حدودها عبر مطاراتها عبر موانئها لتجنب مثل هكذا عمليات ارهابية انزال ديبلوماسي مكثف بالجزائر في الايام الاخيرة وزير الخارجية السوري الفرنسي ماذا سيقدمون او ماذا ستقدم الجزائر من حلول المجتمع الدولي في اطار محاربة الظاهرة الارهابية هذا ما سانقشه اليوم مشاهدين الكرام مع لايفايا في الاستوديو يحضر معي كالعادة لما يتعلق الامر بموضوع امني سيد محمد خلفاوي الخبر امني سيد محمد مرحبا بك مرحبا شكرا ويحضر معي الصحفي سيد عبدالباقي صلى الله سيد عبدالباقي مرحبا مرحبا شكرا سيد محمد خلفاوي ابدأ بك النقاش يعني اليوم حادثة اخرى ارهابية انظن اختطاف طائرة مصرية العالم او هذا الحدث الذي صنع اليوم الحدث في وسائل الاعلام الدولية في رأيك او قراءتك لهذا الحدث سيد محمد خلفاوي بسم الله هو اولا نبدأ نتساءل كيف يعني انسان باباك انسان تيريكس بروزيف يجوز على مطار اريكسندري اسكندرية ومصر في حالة طوارئ نعم اذا هي يعني داخل في حرب ضد الارهاب وإلى خيره اذا كان السيدان مشابه بالحزام كيف من بعد يبان الكماندان دباور يقول ما شافش يعني متأكدش حسب ما اقلنا في صحب نعم متأكدش بلي عنده حزام يعني انا في رأيي يقد يكون مر بدون حزام بدون حزام نعم ويبقى نعم ما يكونش عنده حزام يعني ما مرش الحزام لا سيدو الارهاب ما نظنش تكون مرات لما كما يقوله بالفرصة انكو دو بلاف نعم الابروف السيد هذا سيد بيوتو كوميك السيد اوصل قال لك انا مشيت في الطيارة هذي فقط باش يوصل رسالة حزم نعم طال حزم عجانة اذا ما يوصلش بالفكرة هذي اذا كان عاد السيد هذي شخصيته ما يقدرش يوصل بفكرة انتأحي زام الاجوانج يوصل حت يعني يقدر يكون نحيا دوك لما يقول منهين من الجهة الاخرى في الارناكا عاصمة قبرص يقول انه راننا شفناه بالحزام وشي هذي ساپورت برجوديس المصر يصن توريزم يصن توريزم يصن تستابيليتي وإلى خيره نعم يضروا يعني الضربة مو جالية ولكن سيد محمد خلفاوي يعني لما نربط هذه العملية في مصر وعملية بلجيكة غير بعيدة بالأيام الأخيرة القليلة تقريبا العناصر الإرهابية أو الثلاث عناصر التي فجرت مطار بروكسل دخلوا بأحزيم ناسفة ومواد متفجرة داخل المطار لا كانوا متواجدين في بروكسل ما دخلوش على المطار لكن داخل المطار ووصلوا داخل المطار داخل المطار لكن بروكسل نظرة أخرى بروكسل ما عنداش على حسب ما قالوا من بعد المخابر يقولك ما عنداش حتل هذا الثاني ما شوفوش داخل إذا كان مر بهذا الطريقة بالحزام يعني يتساءل لسان على السيرفيس رانساني مويدو سيكوريتين معروفين عبر العالم ما يقدرش تمر عليهم حاجة مثل هذه وإذا كان مرض فرح يكون رح يكون يعني تدابير كبيرة حسب في مصطة السيرفيس نبقى حذر بالنسبة لهذه أما تكلمت على الباسبور نعم سأعود إلى جوازات الصفر سيد عبد البقي صلايك الصحفي في رأيك كيف تتابع يعني هذه الأحداث المتنامية للتنظيم داعش أو لهذه الجماعات الإرهابية بداية من العمليات في فرنسا في بلجيكا في مصر في ليبيا في الكثير من في كامرون في توركيا الكثير من العمليات الإرهابية تقريبا في المرحلة الأخيرة حصد الكثير من الأرواح عبر العالم كيف ترى هالعالم يعني اليوم فشل أمام هذا التنظيم أم أنه فيه أمور أخرى نعم أولا أنحني إجلالا أمام الشهداء الواجب الوطني نعم الحيط سقوط المروحية نعم ونحيي الجيش الوطني الشعبي الذي لا يزال وسيضل يعني الصاهر والعين الصاهرة على أمن وحماية هذا البلد للجزائر طبعا عندما نتأمل يعني الخريطة الجغرافية لهذا التنظيم تنظيم داعش هو الآن يحاول أن يخلق كما قالت مرة كونداليزاريس الفوضى الخلاقة نعم هو الآن يمارس الفوضى الخلاقة ويحاول أن يوجه الأنظار عن ما هو الآن محاصل الآن في سوريا وفي العراق أنه إعلاميا الآن عارف أنه ضعيف جدا هذا التنظيم خلاص انتهى بما أن هناك تحالف ما يسمى تحالف ستيني على هذا التنظيم يعني آجلا أو عجلا سوف ينتهي في سوريا الآن ينتهي بعد أن يخلف الكثير من ضحايا ربما لأنه لابد هذا بالنسبة لي أنني لا نسميه ظاهرة أن الشخص الذي يفجر نفسه وعرف أنه سوف يموت هذا لا تنتظر منه الخير ويعني الواحد لابد أن ينتبه الآن أنا نسميه هذه ليست ظاهرة ولكن نسميها عقيدة أصبحت عقيدة لأن الشخص الذي يفجر نفسه يعني أمام مرأة الناس وفي مجمعات يعني ناس هذا شيء خطير جدا لابد أن الناس تبحث في هذه العقيدة التي استشرت بشكل رهيب جدا عندما أتحدث عن مصر مصر كما قال الأستاذ الخبير الأمني أنه الآن من ناحية الإعلامية هذا إذا كانت هناك فبركة من قبل جهات معينة في مصر وهذا مستبعد مستبعد وقد يكون وارد أيضا لأنه متى يكون وارد لما يكون لما في قبرص أنه الآن هذا الذي يقال بأنه استعمل الحزام الناسف أنه حجز فقط الأجانب يعني أطلق صراحة النساء والأبطال وحجز الأجانب هذه ضربة قوية جدا للسياحة المصرية ونقول أنه غير مستبعد أنه فيه فبركة خارجية خارج ليس في مصر إذن أنا أشوف بداعش أنه سوف ينتهي لمحالة خصوصا بعد هذا الانحصار الذي بدأ يقوم به خصوصا من ناحية الإعلامية نعم سينتهي هذا التنظيم داعش خاصة من ناحية الإعلامية سيد محمد خلفاوي الكثير يتكلم يعني في ظل هذا التنامي كما قلنا للظاهرة الإرهابية الداعشية أين هي هذه المخابرات التي ملأت الدنيا رجيج أين هي المخابرات الأمريكية أين هي المخابرات الفرنسية المخابرات البريطانية هل بات هذه العناصر الإرهابية وعناصر تنظيم داعش يعني أكبر من هذه التنظيمات أو أكبر من هذه المصالح الأمنية المجهزة تكنولوجيا والمدربة بكل يعني الوسائل أين هذه المخابرات الدولية من هذا التنظيم بالنسبة لتنظيم داعش أولا ما ننساش أبدا من كان وراء داعش من خل داعش يأخذ هذا الحجم هذا أو يعطيه الحجم هذا إعلاني ربما في الحقيقة ليس له كل هذا الحجم إنما يسمح بهذا الدعاية يسمح المغردين آخرين باش يقوموا بما يريدون يعني يتبعوا خطة تح لأنه شفنا في في العراق المبدأ وسوريا وإلى آخرين يلعطوا دي جيماج كما فتها مرة أوليوديان أين هن المخابرات بدخوليش أن هذا كل يمشي بدون بدون علم المخابرات ولا القوات هذيك لنعطونا الصور بالساتريت أن يكونتم حتى باش يعني ما تضربوش هذي القوات اللي يراكم تقوله وراكم مدعي اللي يمشوف مثلا في سوريا كل المخابرات متواجدات ما كلها الغراند بريطاني الزيتازوني الفرنسا والآخرين السعودية والإيران وإلى آخرين كيف هذا الأمر؟ في ليبيا نفس الشي عندك حتى من خلال قوات من خلال قوات سبيسياليزي متخصين في حرب الحرب الحصابات نعم هم متواجدين ديزان 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 كل واحد يجبد في الإفصال حتى يوجه لي بها لطريق واحدة إذن هم يدركوا مليه يدركوا جيد ما يعني وشرا ويسرا في صوفوف هذا صوفوف إذا كان في صوفوف أنا شخصيا جدود يقول كرمجة وكأنهم سدي ديفيزان جايد داخلي قاطعين الفرنطيوني نعم من ولادك ملتم نخليهم نعطيهم أموال لنسمح باش عايشة داعش عايشة بأموال منين تأتي هالأموال ليس من البترال كذب من البترال تقدر تعمالي ربما سخباراتي نعم تقدر بسكول لكان جامل البترال تقدر تحرق لبيدو بيترال إذن يتغطوا بهذا ويبعتوا كل الأموال لداعش من السعودية وقاطر تحت غطاء أمريكا والآخرين حتى يجل سيد محمد خلفاوي في هذه النقطة باختصار شديد لما نتكلم على ما يحدث في العالم من مطارات في العالم دائما يجب أن نعطي لها إسقاط على الجزائر هل تعتقد بأن المطارات الجزائرية آمنة من مثل هكذا عمليات إرهابية المطارات الجزائرية وأقول هذه بكل صراحة يعني الماتيريال الماتيريال الموجود ببولو كنترول والتفتيش وإلى خيره يعني في رأينا وشيء اللي نعرف يعني في المستوى يحمي المطار لكن يبقى الفرد الشخص يروا يشوف إذا كان معدي سلاح ولا معدي مفجرات وإلى خيره هذا كان هو واعي سمح لي لأنه عشتها أنا عشتها وجست بعد رجعت وقتلوا ما شفتني أنا شخصي يعني في المطار الجزائرية في المطار الجزائرية العاصمة مريت خرجت الشي دي خرج نعم بعد رجعت وقتلت وشاركت وقتلوا وقتلوا خرج راي بين عوش وص ما كوش متفجرات يعني نعم نعم سلاح نعم صح نعم أستاذ تفضل أستاذ فيما يتعلق بإنزال ديبلوماسي في المرحلة الأخيرة للجزائر يعني إنزال مكثف وزير خرج الفرنسي على الأقل يوم وزير خرج سوري أمس وزير خرج الروسي كذلك قبل أيام فيه وزراء أو مسؤولين من ولاية المتحدة الأمريكية في رأيك ماذا يمكن أن تقدم للجزائر أو ماذا يمكن أن يقدمه مثل هكذا للجزائر في إطار هذه العملية الإرهابية هو طبعا والجزائر معروفة ديبلوماسي لأنها دائما في الزعات الكبرى وفي المشاكل الكبرى دائما تحضر للجزائر يعني تاريخيا ديبلوماسي الجزائرية يعني وبيضون يعني نحدد عن عواطفة وشي من هذا القبيل ديبلوماسي الجزائرية لها دور كبير لأن المشكلة داعش هذه من ليبيا إذا فيه يعني مشكلة كبيرة هو من ليبيا والآن الجزائر لها دور كبير في المنطقة في المنطقة يعني أنا نحكي من ناحية الإعلامية مش من ناحية الأمنية أو شي أنا نشوف وحبت فقط نشير أنه هذا باقتصار تنظيم داعش هذا ضخمة إعلاميا لحاجة فيما بعد الآن أوروبا أو الآن أوروبا الدول الأوروبية تجني ما قامت به وبدأ لأنه فرنسا وبريكسل والباقس لا يضخمة إعلاميا ولكن في الميدان نشوفه يعني عمليات إرهابية لو كان هكذا إعلاميا ولا يوجد ربما تفجيرات أو يوجد عمليات في الميدان نقوله ضخمة إعلاميا ولكن فيه عمليات إرهابية وفي أراضي الدول الغربية في فرنسا وفي بلجيكا قبل ما يحدث قبل ما تحدث هذه التفجيرات كان ضخم إعلاميا أنا أعطيك مثال باللدن كانت شريط شريط باللدن كان يمر على عبر قناة والقناة هذه في الخليج جانت جانت شوف ملايين الدولارات هنا متأكد مما أقول أنه باللدن الوحيد الذي كان عنده ثقة في هذه القناة أنه يعطيها الشريط والخطابات الحصرية مثل مباراية كرة القدم الحصرية وهذه القناة تبيع تبيع للقناة الأخرى خطابات باللدن إذن هذا التنظيم له شكوك ونحتاج أن الخبراء الأمنيين والخبراء يعني أنهم كنا التركيبة داعش نتحدث من جانب الإعلامي أن الجزائر ليست بعيدة وليست بمنأة عما يحدث في بريكسل أو في فرنسا أو في الدول وبريكسل ليست المرحلة الأخيرة سوف يحدث لا محالة أنه في تفجيرات أخرى قلتك لأن داعش الآن انتهت في متعلق بالإنزال دبلوماسي سيد عبدالبقي صلى الله باختصار أنا قلت لك الإنزال دبلوماسي أن الجزائر مهمة ممكن تأخذ استشارة أنا لا أدري معنى معلومة لماذا جاء ولكن بما أن هناك إنزال دبلوماسي أن هناك الجزائر لها قيمة في هذا المجال المجال قيمة في هذا المجال خاصة في إطار محاربة الإيراب سيد محمد خلفاوي واتشاد نعم بعيدا ما فيش الجزائر وكأنه تكتل موازني تكتل الذي أنشته الجزائر قبل سنوات كيف تقرأ هذه الخطوة سيد محمد خلفاوي أولا هذا التكتل في نفسه لما خلق قبل أمس كان وكانت إشارة لهذا الأمر هذا ويعني لما نذكر أتلاقاه هذا الدول كل في نواق شط في موريطانيا نحي خرجوا بإعلان صرحوا أنهم يصنف فوراب للتدخل العسكري يعني من جيد فرنسا ضد الفكرة الجزائرية هذا البودان نذكر مرة أخرى أنه موسيحة الأم ديونهم مع الجزائر اليوم لما تكتلوا والجزائر وكأنها أقصيت وكأنها أقصيت صبحت كأنها معزولة أنه نذكر مغرب له علاقة مع الوطن الناطو تونس درنيا الموت يعرضوها باش كون ناهم هذه الكتلة كاملة تحت غطاء فرنسا أين هي الجزائر فهنا الحادر الحادر مطلوب كدفين لسيمو كذلك المالي النيجير الالجيري والموريطاني إذا كان وزيرة فالجزائر تعزل نعم فيما يتعلق بوزيرة الخارجية اليوم في الجزائر هل عنده علاقة مع هذا التكتل سيد محمد خلفاوي هل تشوف بأنه فيه علاقة مثلا مع ما يحدث ربما في المنطقة ربما ربما ورسوح لأنه تبقى دائما لأنه ورسوح بين المنطقة تبقى لكن بلاترال بلاترال لا تبقى كل بلاد وإذا كان أول غيث سموك تبقى بلاترال تبقى تبقى من دون لشنا يكون أكثر من هذا لنه 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 لأنه أول نقبل كل شيء للا يدفع للا يدفع للا صحراء غربية كيف فرنسا وقفة بيش علاسها باش في الصحراء غربية ترجع للمغرب للمغرب نعم سيد عبد البقي صلى اللهي في 15 ثانية ربما انتهى وقت الحصة للأسف ربما دقيقة نعم للأسف الشديد نعم عبد البقي صلى اللهي فيما يتكلم على أنه التحذير الذي جاء من الأنتيربول فيما يتعلق 250 ألف جواز سفر سوري عراقي مسروق ومفقود وموزيف يتكلم على هذا الأمر هل تشوف بأنه ممكن نشكل خطر هذا كذلك على العالم في الجزائر وميشكلش خطر لأنه الآن النظام البيوميتري الآن يعني منتشر بشكل رهيب حتى في المطارات المطارات يعني العالية التقنية ممكن يستعملوه لأغراض إعلامية ممكن احنا نشوفه مثلا لما يصرع انفجارات ونجد هناك قتلة يقولك وجدنا باسبور يعني سوري يعني الباسبور السوري أنا نظن هو للفبركة الإعلامية أكثر منهم لأشياء أخرى نعم الفبركة الإعلامية سيد محمد خلفاوي يعطيك كلمة أخيرة أولا نرجع لأنه مهمة كثير الحادر الحادر لأنه يقول له جوازات سفر سورية هذا ضغط آخر على رئيس سوريا نعم صحيح اليوم إذا كانت تشوف واحد جواز سفر سوري حتى وين كان صحيح وحقيقي وإذا قلع أنت راح تقوم ضده شي معناها قادرين أن نضرروا شعب اللي إحنا يعني نفتحلوا ببنى رب حادر من هذه نعم أما بالكلمة الأخيرة يودي يعني يقول كل مساهمتنا مساهمة نتكلم علينا نعم من بداية إلى آخر عمري ما غلط في حق الجيش وإلا في حق الجزائر بل أنا ما زلت نحس في رهي تربيت في الجيش ما زلت نحس في رهي عسكري لكن مواطن بحق كل مواطنتي نعم وإنا لما نتكلم نظن نقول كلام لي ربما يساعد ربما يساعد هذا نقاش لإثراء تحليل لإثراء لإثراء الساحة في المناقشة وإلى خيره لا نريد واحد يجي يعقمنا وفاستيريليزي ستسان نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد خلفاوي الخبر الأونيش شكرا وصولك سيد عبد البقي صلىي على هذه الإضاحات والشرحات مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدث ألقاكم غدا إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة